بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد خلق المرسلين سيدنا محمد والعليه وصحبه جميعا في الجزء الثاني من الوحدة الثاثة هي أدوات تحليل الأنظمة اللي هي قاموس البيانات وشجرات البيانات وجرات الطرار والكودينج أول شيء مستطلح Data Dictionary يستخدم قوص البيانات الوصف البيانات اللي بتكون خزنة في السيستم داخل النظام من خلال اسم التصنيف الشكل والاستخدام هذولا اسم الشكل الموقع والاستخدام هذولا لازم في أي بيانات تتخزن عندي في السيستم يكون عارف ماذا اسم البيانات الشكل هالداتا كيف يتخزن هيا data هيا number هيا date موقعها في أي جدول ولا شو بتستخدم موصف Documentation يعتبر خطوة أولية فعالة بناقعة البيانات كما أنه يحسن اتصال والتفاهم بين المحللين والمستخدمين لأنه الData هي كمان بحد ذاتها لازم تكون مرتبطة في مرحلة التحليل لأنه عندما تخزن بيانات عن الناس لازم تكون هذه بيانات متوافقة مع مرحلة التحليل طيب نشوف هذا المثال عندي رقم العميل رقم الزبون واسم العميل أي زبون عندنا لازم يكون له رقم وأي عميل لازم يكون له اسم لكن رقم العميل مش لازم يتكرر بسموه primary key مفتاح رئيسي اسم العميل عادي كندي أحمد اثنين أو محمود اثنين أو شو ما كان ولكن الرقم هو عبارة عن primary key لاحظوا تسعة هون نوع الرقم نوع الرقم هذه للحرف هذه للرقم يعني مجرد ما وضعنا تتذكروا انتجر انتجر أو float أو غيره وهي character إذن تسعة هي نوعها رقم خمس خمس خنات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة رقم إذن هو رقم العميل اللي يتكون من خمس خنات نوعها انتجر رمز التسعة واسمه يتكون من ثلاثين حرف ثلاثين حرف ونوعها character رقم العميل في أي جداول بكون بكون في ملف العملاء وملف الطلبية عادة رقم العميل بكون في كل العميل ما في جديد من العملاء يؤدي عن شاشة الطربيات ولكنه يحتاج إلى ملف التاربيات مرتبط مع العملاء إسم العميل يكون في منف العملاء وشاشة الطربيات وتقارير العملاء عندما أردت بعمل في العملاء يجب أن أكون أسم الطربيات هو أسم والتقارير يجب أن يكون اسمه في التقارير لانبثال كما اشترى محمود لدينا بضعه يكون اسمه في التقارير استخدام رقم يعطى العملاء الشركيّيّي بشكل سلسولي لا يتكرّر لأكثر من عميل اسم العميل اسم عميل من عمراء الشركي الحاليه هذا هو قاموس البيانات طبعا رح نيجي عليه بعد فتره نعطي عليه امثلة في قاموس البيانات انا رح اكتب لكم واجب على اسبوع الاول اسبوع القادم اعمل قاموس بيانات لهويتك اسمك ورقم الهوية ومكان السكن وغيره طيب جدول قرارات decision table هاي وسيط بتساعد المحلل على تعريف المشكلة ودرست ابعادها وتعرق الحلول والبدائي تذكروا ال flow chart ال if statement اذا انا مثلا كنت معدلي 70 فما فوق بدخل محاسبة 70 فما دون بدخل دارة صناعية اذا كان معدلي اقل هادى اللي هي ال flow chart كانت بتتشكل على شكل ايش اسمه decision table لازم نوصل لحل امثل حتى نقلل التكاليف ونعطي للنظام جودي واداء افضل القرارات بتكون هلين نقرأ من شان نكون واضح اكثر كمانا تعتبر ادام مساعدة في محدد الانظمي على فهم وتحديل النظام القائم ونظام مقترح واضح المنطق موراء صناعة القرار يعني علي اساس ان تبتعطوا الموظف علاوي كل كده الموظف عنا الى عشرين سنة معطي علاوي القدي واذا اقل نطي عنا ثاني اذا كان معامل سن مثل مع الدكتوراه او مثل معامل كدورس اذا كانت اولاد متزوج كل هذه الكلام له قرار ان استخدام جدو القرار يساعد محلل في توضيح القرارات وشروط في البرنامج اللي بدي يصممه ايش بتكون جدو القرار شروط اجابات على الشروط افعال واتخاذ قرار هاي مكونات جدو القرار عادة كيف انا بجيب على جدو القرار او كيف اصنمه لازم احدد الشروط اللي عندي احدد الافعال لان انا في عندي شرط اذا كان الموظف اعزب نعطيهش علاوي اذا كان اعزب هاي الشرط ولكن الفعل نعطيهش علاوي اذا كان الموظف متزوج هاي الشرط ولكن فعله تعطي علاوي عشرين دينار اوجد عدد البدائي المتاحة اللي هي اثنين قوة اثنين قوة عدد من الشروط طيب املأ الجدول وكمل طيب نعطيه المثال مؤسسي تمنح العلاوي الاجتماعي وفقا للسياس التالي اذا كان موظف مواطنا ذكرا هاي شرط تمام اذا كان ذكر ومتزوج مع طيمتين اذا كان ذكر وعزب مع طيميه اذا كان موظف انت هاي شرط تاني فلا تمنح العلاوي الاجتماعي بغد النظام جنسي كون جدوى القرار لهذه الحال كون جدوى القرار لهذه الحال لاحظوا هون شكر لك الشرط الاول مواطن او غير مواطن هزه هو جاب لك اذا كان موظف مواطن ذكر شرط اذا كان موظف انت شرط ولكن كلمة موظف غير مواطن ما جابهاش ولكن هاي شرط هاي واحد هاي اثنين الشرط الثاني ذكر انت لانه في عندي انت هاي ثلاث شرط اثنين قوة ثلاثة يكون ثمن اعمدي في الجدوى طيب لا فعال اذا كان الفعل اول اذا كان مواطن وذكر يعطي كان متين اذا كان مواطن ذكر يمنح متزون يمنح متين اذا كان مواطن ذكر وعزب يمنح مية اذا كان انت لا تمنح اعلاوي بغد النظام الجنسي شوف البدائل عندي اثنين قوة ثلاثة اللي هي عشر وتساو ثماني بعمل جدوى المكون من ثمن اعمدي اول اربعة نعم ثاني اربعة لا نعمين لا نعمين لا نعم لا نعم لا دائما اذا كان في عندي اربعة يكون اربعة ثماني اذا كان اربعة في اثنين نعم اثنين لا نعم لا نعم لا اذا كان ثلاثة اره اول اربعة نعم اربعة لا اثنين نعم اثنين لا اثنين نعم اثنين لا نعم لا نعم لا وبكم طيب هاي النعم ولا شو هي اللي هي الشرط المواطن الموظف مواطن نعم ولا الجنس ذكر نعم لا الموظف متزوج نعم لا إذن الشروط اللي عندنا الشروط اللي عندنا مواطن وذكر ومتزوج هاي ثلاث شروط إذن عندي مواطن وذكر ومتزوج اثنين قوة ثلاث ثمان أعمدي طيب الأفعال يمنح متين يمنح مية لا يمنح شوف شو هم بقول طلع إذا كان مواطن نعم وإذا كان ذكر نعم وإذا كان متزوج نعم شو بدعمل؟ طلع هنا قل لك إذا كان مواطن وذكر ومتزوج من نعم متين باجي هون عندي المتين وحط له صح تمام؟ هي زي إذا كان مواطن وذكر ومتزوج وعطى متين دينار هذا لا ترك طيب إذا كان مواطن وذكر وعزب كم يعطيه؟ مية هي يقل لك إذا كان مواطن وذكر وعزب يعطى مية نحطنا الصحون طيب إذا كان مواطن وأنت لا يعطى شيء إذا كان مواطن وأنت وعزب ومتزوج لا يعطى شيء يعني هؤلاء اثنين مالهم أبس تفديش منهم طيب إذا كان غير مواطن لاحظين وذكر ومتزوج وعطى كم؟ مية دينار إذا كان غير مواطن طيب هذه للأسف ما كان لكتاب ذكرها ولكن إذا كان الموظف غير مواطن إذا كان غير مواطن وذكر يعطى مية دينار طيب إذا كان الغير مواطن وموظف ومتزوج يعطى مية دينار إذا كان غير مواطن إذا كان غير مواطن وذكر وغير متزوج لا يعطى إذا كان الموظف غير مواطن وأنثى لا يعطى وإذا كأي أنثى لاحظوا هون أي أنثى عندهم في السيستم لا تعطى يجيها مباشرة رفض للعلاوي لاحظين شوية بدوا شوية تركيزون ولكن أنا بعطيكم عليه مثال إن شاء الله ثاني بيكون وضح لكم طيب هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية لازم انشيل الاتكرارات لاحظوا ثلاثة وأربعة ثلاثة وأربعة وسبعة وثمانية ثلاثة وأربعة ثلاثة وأربعة سابعة وثمانية هادول القرار هنا واحد لا يعطى بقي يم مختلفات لازم نختصرهم وهو واحد لأن الجنس ذكر ثلاثة هي على أول شوف واحد خلها زي نعم 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 خلها زي ما هي اثنين نعم نعملا خلها زي ما هي هادول بها تبقى اسخة س Crowd 5 و 6 بقوا كما همي إلا همي لا لا نعم 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 لا لا نعم 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 لا قب هاي الثلاث من أجت لاحظة دولة ثنتين هون دولة ثنتين هون هاي من أجت ندمج ندمج هاد الأمور شو قللك الموظف شوما كانت جنسيته و شوما كانت حالة الاجتماعية إذا كان أنثى لا يعطى شيء لاحظوا هنا هذا هو لك كلهم مالهم أنثى 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 قصده هنا شو ما كانت مواطن وغير مواطني متزوج والعزباء إذا كانت أنثى لا تعطى شيء هذا اختصار للجدوى هذه الطريقة شوية ممكن في هذا المثال شوية مش كثير واضحة ولكن إن شاء الله في فيديو ثاني بوضعكم مثال ثاني أو في discussion هذه الطريقة اللي ممكن من خلال أن أعمل جدوى القرارات إذن كما مرة بشوف الشروط بشوف الشروط هنا لازم يكون في عندي شرط إذا كان غير مواطن يعطى 100 دينار إذا كان متزوج لا يعطى شيء إذا كان أعزب هذا في عنا خلال بالكتاب ولكن هذا البدائل بتكون ثاني قوة ثاني قوة على الشروط ثاني قوة ثلاث ثماني فبقلش أربعة نعم أربعة لا وميكمل حسب الشروط طيب الاشيئ اللي بوضح لك جدوى القرارات إيش اسمه decision tree شجرة القرار لاحظوا البساطة هون قللك إذا كانت أنثى لا تعطى شيء إذا كان ذكر مواطن لغير مواطن إذا مواطن بأخذ 200 إذا متزوج إذا مش متزوج بأخذ 100 إذا كان غير مواطن متزوج بأخذ 100 غير متزوج بأخذ لا يأخذ شيء هذه عادة أنتوا حاول أرسم شجرة القرار وبناء عليها أعمال الـ decision table لأنه هي أوضح بكثير من سجرة القرار بسيطة جداً أنت وذكر بناء الشروط إذا أنت لا تعطى شيء إذا ذكر عن نوعين مواطن غير مواطن تبنى عليه شجرة القرار التي تعتبر بدينا عن جدو القرارات التمتاز بالبساطة والوضوح إذا أحد أسأل هل تعتبر بدينا؟ نحكي نعم نحكي نعم طبعاً بالمناسب عندكم الامتحان multiple choice true false اختير المتعدد و true false كله من الكلام اللي في الكتاب طيب، الترميز وهي آخر جزئية في الكتاب يقصد بالترميز هو تمثيل بيانات كبيرة برموز صغيرة يسهل فهمها والتعامل معها شو فوق إذا؟ يوسع عمية إدخال بينات يفيد بالتسريع للمعالجة يساعد في تقليل مساحة المخزنة وعادة في عينها ترميزين ترميز رقمي وترميز حرفي كأنه مثلاً واحد العزب واثنين متزوج أو إسل العزب وإسل المزوج مثلاً في الأردن إذا كان أنت فلسطيني بلش جوازك تسعين أربع ستة أربع ستة بلش بتيه أو مثلاً ترميز الزمر السيارات A جنين رقم B طول كرم رقم C مثلاً الخليل رقم هذا ترميز حرفي وأما الترميز الرقمي مثلاً الطلاب يقول لك أنا ألفين سبعتاش رقمي عشرة خمسمية واحد هذا ترميز رقمي ألفين سبعتاش تتبع للسنة واحد اللي هي الفصل الأول دخل ممكن أن نستخدم الفصل الثاني خمسمية واحد رقمه في الجامعة تسلسل هذا ترميز رقمه عادةً ترميز مثلاً أعطي مثال عليه أرقام مساقت أربع طاش ثاتطاش سفر ثلاث ثلاث تسعة هذا رقم مساقه واحد خضورة طول كرم أربع قليد الاقتصاد ثلاثاش قسم الأنظمة سفر هذا عادةً بحطوه أحد الخاني هذا الثلاث ثلاث تسعة سنة ثالثة رقم المادي تسعة وثلاثين هذا ترميز المساقه مثال ترميز المواد الدراسية هاي اثنين سفر خمس ثلاث أربع اثنين اثنين اللي هي الكلية سفر خمس القسم ثلاث أربع اثنين المادي حتى ثلاث أربع اثنين هذه السنة وهذه تطبع لتقسيمات معينة مثلا اثنين الكلية الهندسة سفر خمس الحاسوب الثلاث المستوى الثلاثي هذه نوع المساقه أوفعته بعض الأحيان بحطه فئة للمطلب الإجباري وإشهال اختياري إشهال الجامعة هذه كلها بتكون بنائنا معيارة توضع الجامعة إيش بمتاز الجدول الكودينج دقة على امتكرار وضوح اقتصاق توسع ومروني قبيلة التشغيل هذا بفيدنا إحنا لما نكون نشغل على السيستيم مثلا إذا أجانا مثلا مساق من كلية العلوم نعرف إنه 14-15 إذا أجانا مثلا التجارة التونية 14-17 العنظمة 14-13 المالية 14-12 كل قسم إليه رقمه المزايا اللي يحققها يوفر جهد يقلل الاحتمال بالخطأ يوفر مساحة خزينية يزيد من سرعة الاستجاب النظام وحفر أسلامة البيانات بشكل عام أنواع الترميز ترميز مبسط 1-2-3-4-5 ترميز طبيعي ترميز المتسلسل من 1 إلى 100 موظفين إداريين من 101 إلى 200 و 1 موظفين أكاديميين من 200 من 300 من 1% إلى 399 مجسدي تقسمهم إلى فئة تقسم إلى فئة هاي مثلا هنا من 1 إلى 25 إدارة عالية من 25 إلى 26 إلى 21 إلى 52 موظفين من 21 إلى 29 إلى 99 يكون إدارة تنفيذية أو دولية ترميز التصنيفي بالمجموعات بيكون في عندي رمز وبعدين احنا نمش عليه زي اللي هي النمر الصغيرات مثلا او الرمز واحد يعني ادارة رمز اثنين يعني اكاديمي يعني واحد ومتين لحالة ما شوفها بقول هذا الموظف ادارة اثنين ومتين هو رقمين متشابهتهم ولكن هذا اكاديمي رقم ومتين الترميز بالرقم المعنوي اللي هي زي الرقم الجامعي 1980 سنة الميلاد الجنس واحد المديني ورقم الموطن يعني 2017 انت السنة دخل فيها على الجامعة واحد سفر الفصل الاول السفر هذه خاني تركينها خمسمية وعشرة اللي هي رقم جلوسك انت كموطن هون رقم الوطني مثلا 198031 ولكن هون ممنوع يستخدم الارقام الوطنية وطول الارقام الجامع الاستخدام رقم التحقق هذا جدا مهمة بيكون في ثاني معينة موجودة في الرقم مثل رقم الهوية بناء على العميات الحسابية بيظهر مثلا انا رقم هوية 9 3 6 8 5 1 1 1 9 0 هذا التسعة اذا بتشوف هويتكم بيكون بعيدة شوية على الجنة لماذا التسعة هذا البيض انا عندي تسعة عند غيرها ثمانية عند غيرها اربعة هذا التسعة لو يجي لعمل عمية حسابية حتى ما يكون في تزوير الهويات في كود معين لعمل عمية حسابية هون جمعوا طرحوا وقسموا بها لازم الرقم يطلع تسعة بسموه check digit لانه مثلا ايش يعرف غزارة الداخلية انه هاد الهوية مزورة مجرد ما جابوا الرقم الهوية هذا ادخلوه على معادلة هذا لحاله سمين ارقام لازم يطلع رقمي الهوية اذا ما طلعوا طبعا هاي معادلة صعبة مجرد جدا نعرفها ها بسموه check digit check digit او رمز التحقق هذا فيما يتعلق في الترميز بدي اعطي مثال على شجرة القرار و القموس البيانات هويتك الشخصية اذا فقط رسم لي خموس بيانات اذا فيها رقم هوية اسم اسم ام تاريخ ميلاد تاريخ ميلاد مكان ميلادي الجنس مكان الزواء تاريخ الاضرار راح اي رقم بيكون 9 اي حرف بيكون X ها نوع البيانات تاريخ الميلاد هاي لازم يكون YYMMM هاي في عنده خطأ هون لازم يكون YYMMDD على find year month day هذا الثسع ارقام يكون 30 حرف 30 حرف 10 أرقام هذا م pinned one خطأ لا يكون YYMMDD على المكان ولادة 20 حرف يوجد من 5 حروف مكان الزواء ونوبصار الإصدار对께서 ultraforum هذي موقعه يكون رائع ملاف و لماذا ذهي تستيخدم طيب نشوف هذا المثال لذا الموجود لنا يمنح الموظفي مؤسسة ما علاوه وفق الشرطة إذا كانت خلينا شوف شرط القرار حتى يؤضحه إذا كانت الزوجي تعمل بعطوه علاوه عشر دانير إذا كانت الزوجي لا تعمل بسألوا السؤال عندك أطفال بعطوه خمسين دينار على كل طفل إذا لا يوجد أطفال بعطوه ثلاثين دينار على الزوج كون أنا بفهم السؤال أكثر ممكن على أساسه أن أكتب جدول القرار كم قرار عندي أو كم شرطة اثنين اثنين تقوية اثنين اربعة يكون في عندي أربع عام دي اثنين نعم اثنين لا الزوجة تعمل يوجد أطفال هي هون الزوجة تعمل هو يوجد أطفال يقسمها طيب إذا كانت زوجة تعمل اثنين نعم اثنين لا يوجد أطفال اثنين واحد نعم واحد لا طيب إذا كانت الزوجة تعمل يوجد أطفال إذا كانت الزوجة تعمل يوجد أطفال بعطوه علاوه خمسين دينار وين بحط الصاح؟ عندي الخمسين دينار إذا كانت الزوجة تعمل ويوجد أطفال نرجعك هنا مرة إذا كانت الزوجة تعمل و 10 دنير صح إذا كانت الزوجة تعمل لا يوجد أطفال إذا كانت الزوجة تعمل لا يوجد أطفال ما عنده الشي أعطوا 10 دنير صحيح الزوجة تعمل هنا بمناسبة الزوجة تعمل لديه أطفال ايضا اطفال 10 دنيا يختصرها حالة إذا كانت لا تعمل عنده أطفال، لا تعمل، وينجد الأطفال وقال 50 دينار لقل تفت بحط الصح وبين لديه 50 دينار إذا كانت لا تعمل ليجل أطفال لكي أطفال يعطوها على ولثي 20 دينار، سيضعها 22 دينار الى على وهي طيب، لاحظوا هدوه 2 اشبه بعض، هذا مختلفات بجيب ثلاثة وأربعة بخليهم زي ما همي الإختصار لا لا نعم نعم بخليهم زي ما همي و بجيب هذا نعم نعم بخليه زي ما هو نعم لا بحطه x بحطه x يعني الزوجة تعمل بغض ما عنده أطفال ما عنده أطفال بغض عشد نانية هذا مثال بسيط طبعا راح أجيب لكم مثله أنا في الأسايمنت الأسبوع القادم أو حسب شو بطلب من الأسايمنت وانشاره بتكون أمور واضحة بدو شوية تركيز هاي أنا بدي أعرض لكم المثال أمامكم ممكن في حلقة النقاش عملكم شي مقارب إلو حتى تفهموا موضوع في نهاية الشابتر هذا يكون أنهينا الموضوع الجزئيه اللي بقيت من هذا الشابتر عبارة تقارير بش رحها إن شاء الله في الجانب العملي أتمنى الأمور تكون واضحة بالنسبة لكم في حال إنه إن شاء الله يوم الأربع منعمل الزوم ميتنغ أساة تسعة وربيع بحسب الانتقوار أو تسعة ونصب وفي حال أي سؤال إن شاء الله نطرحه في الزوم أعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر